الرقم اللي ذكرته انه مليون عاطل عن العمل لا الرقم اكبر بكثير لانه هو يتراوح بين 35 الى 40 بالمية من سكان العراق يعني بحدود 7 مليون مواطن عراقي يعانون من البطالة الارقام غير دقيقة الارقام الدقيقة اللي احنا نعتمدها دائما في هذا الموضوع هي بحدود 35 الى 40 بالمية من العراقيين عاطلين عن العمل اللي هم في سن العمل وكذلك عندنا رقم اخر اللي هو حوالي 32 بالمية من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر وهم اكيد من ضمن العاطلين عن العمل هذا الرقم بازدياد لانه لو لاحظ موضوع زيادة السكان يزيد كل سنة مليون مواطن عراقي الى مليون وربوع فهذا كلهم رح يدخلون بالتدرج رح يدخلون الى سوق العمل وبالتالي رح ما يجدون فرص العمل فاذا الحلول يجب ان تكون حلول جذرية وحلول سريعة ليس كما رغبت وزارة المالية قبل يوم من ثلاثة السيد وزير المالية بضوع الموافقة او القرار قانون الدعم الغذاء الطارئ اللي هو 25 تريليون دينار عراقي ينطي يعاز الى المحافظين ويخولهم بتعيين الف مواطن في كل محافظة بعقد لا يتجاوز الى 300 الف دينار شهريا يعني بمعدل 18 الف مواطن عراقي رح يتعين بعقد مقداره 300 الف دينار هل هو هذا الحل الناتج اللي نتمنى هل المواطن العراقي اللي كان ينتظر من قانون الدعم الغذائي برغم عدم شرعيته وعدم دستوريته لكنه بعد ما اقر كان يتوقع انه ممكن انه رح يحصل فرصة عمل الى خاصة من الخريجين ومن حملة الشهادات والعاطين وغيرهم واصحاب العقود والمعلمين اللي بدون اجر كانوا يعملون هل هو هذا الحل المناسب لهم 25 تريليون دينار عراقي تالي متالي يتعين من 18 الف وعد براتب 300 الف دينار اذا الحل وين احنا لازم نحاول ان نجد الحلول في هذه العملية هذا المبلغ اللي خصص اضافة الى الواحد من 12 من موازنة 2021 يفترض انه هذا كلها تكرس لاعادة تشغيل المعامل المتوقفة عن العمل وخاصة اللي متضررة بشكل جزئي واعادة النظر بقرار وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية بخفض نسبة الاراضي المخصصة للزراعة الى النصف هذه الحالة رح تسحب كثير من البطالة وبالتالي رح تنمي اقتصادنا